أقول ما حكم الاحتفال بعيد الحب أخي أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة لعيد الحب ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب ليس في الإسلام شيء اسمه عيد الحب وإنما الإسلام جاء بالمحبة وجاء بالحب وجاء بالسلام وأما قضية تخصيص يوم من الأيام فلا شك بأنها بدعة منكرة لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في قول لإما المتبوعين المشهورين الذين طبقت شهرتهم الآفاق ورضيهم الناس ما في أحد منهم قال بأن هناك عيد اسمه عيد الحب يحتفل به الناس والأمر الثاني لا شك بأن هذا طالع على أهل الإسلام وهو وارد من ديانات أخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين ولذلك لا يجوز الاحتفال بمثل هذه الأعياد التي ليست من دين الإسلام والإسلام ليس فيه إلا عيد الفطر وعيد الأضحى بارك الله فيك اشتركوا في القناة